بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هادية وطلعت على الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحن في هذه الأيام أمام حدث جلل أمام حدث إسلامي عظيم إنه حادث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة التي بها انتشرت الدعوة الإسلامية التي بها وجد النبي صلى الله عليه وسلم بغيته ووجد قلوباً فتحت واستمعت ووجد قلوباً وقفت معه قبل الأجساد قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم لكني أتساءل لماذا لم تكن الهجرة من مكة إلى المدينة كما كانت رحلة الإسراء والمعراج في جزء بسيط من الليل يسرى برسول الله ويعرج بحبيبنا صلى الله عليه وسلم لا إن الهجرة لها شأن آخر إن الهجرة لها حكم أخرى إن نبينا عليه الصلاة والسلام بالهجرة بأحداث الهجرة بأسباب الهجرة بما حدث في الهجرة يعلمنا الصبر يعلمنا قوة الإرادة يعلمنا قوة العزيمة يعلمنا التخطيط وقد وجدنا هذا في حادث الهجرة وعلي ينام على فراش حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف تكون المعية الإلهية للصادقين للمخلصين المخلصين وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّةً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّةً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَنَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُخَطِطُوا لِلْهِجْرَةِ قَبْلَهَا رُبَّمَا بِأَعْوَامُ عن طريق بيعتين العقب الأولى والثانية واختيار الأرض واختيار الأنصار واختيار الرفيق ثم الدليل إلى غير ذلك من أحداث الهجرة التي قرأناها وينبغي أن نتعلم منها وينبغي أن نستلهم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتساءل الله تعالى في القرآن أفرد للنمل سورة وأفرد للعنكبوت سورة وأفرد للنحل سورة وأفرد لبعض الأنبياء سوراً إلى غير ذلك ألا تستحق الهجرة بأحداثها ودروسها ونواتجها أن يفرد الله لها سورة في القرآن تسمى بسورة الهجرة نعم تستحق لكننا لم نقرأ أن في القرآن سورة تسمى بسورة الهجرة ما الحكمة؟ ربما أن الحكمة من وراء هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تكون الهجرة سورة يقرأها من يقرأ ثم تنتهي علاقته بالهجرة بعد انتهاء قراءته لكن الله تعالى يريد أن تكون الهجرة معك في سورة البقرة ترى آيات في الهجرة في سورة آل عمران ترى آيات في الهجرة تقرأ في سورة النساء آيات في الهجرة معظم سور القرآن تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الهجرة لنصطحب دروس الهجرة معنا لنصطحب حكم الهجرة معنا لنصطحب أسرار الهجرة معنا في حياتنا مع أسرتنا في أعمالنا في صعينا في تخطيطنا لحياتنا لنهجر الذنوب والآثام والمعاصي لنعيش بهجرة إلى الله بإخلاص وصدق إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ملئ ما نوا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية أحبة الأكارم تبقى الهجرة بحكمها تبقى الهجرة بأسرارها تبقى الهجرة بأنوارها تبقى الهجرة بنتائجها ونواتجها أسأل الله تعالى أن يرزقنا الهجرة إليه أن يرزقنا هجرة الذنوب والآثام والمعاصي هجرة كل عمل لا يرضى عنه مولانا وأن نكون على الدوام محبين للطاعة والعبادة اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة